السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم في درس جديد على قناتكم كاريم سبانيش لتعلم اللغة الإسبانية في هذا الدرس إن شاء الله سنرى حوار للتعارف بين شخصين يتعارفان لأول مرة خلال هذا الحوار سنتعلم مجموعة من العبارات والمصطلحات التي نحتاجها للتعرف على شخص ما إذن بدون أن أطيل عليكم لنبدأ الدرس الآن قبل ذلك إذا كنت مهتم بتعلم اللغة الإسبانية والتحدث بها بطلاقة اشترك الآن في القناة وفعل الجرس حتى تصلك جميع الدرس أو يمكن أن نقول أهلا كيف حالك؟ أهلا بخير أو أنا بخير شكرا وأنت؟ أهلا بخير شخص ما؟ أهلا بخير شخص ما؟ No, no espero a nadie. Estoy sola. وتعني لا أنتظر أحداً أنا لوحد. هل لديك الكثير من الأصدقاء أو هل لديك أصدقاء كثير؟ No, no tengo muchos. No, no tengo muchos. No, no tengo muchos. No, no tengo muchos. وتعني لا لديك الكثير أو لديك الكثير من الأصدقاء. ¿Qué pena? ¿Por qué? ¿Qué pena? ¿Por qué? ¿Qué pena? ¿Por qué? وتعني لا لديك الكثير من الأصدقاء. كثير من الأصدقاء. ¿Por qué? ¿Por qué no soy de aquí? Soy de otra ciudad. ¿Por qué? No soy de aquí. Soy de otra ciudad. ¿Por qué no soy de aquí? Soy de otra ciudad. وتعني لا أنني لستو من هنا. أنا من مدينة أخرى. Ah, claro. Entonces, aquí tienes pocos amigos. Ah, claro. Entonces, aquí tienes pocos amigos. Ah, claro. Entonces, aquí tienes pocos amigos. وتعني... Ah, claro. Entonces, aquí tienes pocos amigos. O el que es pocos amigos. Eso es. Pero en mi ciudad tengo muy buenos amigos. Eso es. Pero en mi ciudad tengo muy buenos amigos. Eso es. Pero en mi ciudad tengo muy buenos amigos. وتعني... وهو كذلك... لكن في مدينتي... لدي أصدقاء رائعين... أو جيدين جدا. Hablas con ellos? Hablas con ellos. Hablas con ellos. Hablas con ellos. وتعني... هل تتحدثين معهم؟ Sí, hablo con ellos por Internet o por teléfono. Sí, hablo con ellos por Internet o por teléfono. Sí, hablo con ellos por Internet o por teléfono. وتعني... أجل أو نعم... تحدثين معهم عن طريق الانترنت... أو بواسطة الهاتف. ¿Cómo se llama tu mejor amiga? 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 وتعني... ما هو اسم أفضل صديقتين عندك... أو أفضل صديقتين لديك. La hechas de menos. La hechas de menos. La hechas de menos. وتعني... هل اسم أفضل صديقتين لديك. sí, un poco... pero así es la vida. و تأني أجل أو نعم قليلا لكن هذه هي الحياة و تأني متى سوف تأودين إلى مدينتك؟ pues dentro de dos semanas و تأني في غضون أسبوعين و تأني إذن يمكننا أن نلتقي يعني مرة أخرى أو يوم آخر و تأني بالطبع متى تريد أو في أي وقت تريد و تأني ممتاز إذن أتصل بك نهاية عطلة هذا الأسبوع و تأني حسنًا يبدو لذلك جيدًا أو تبدو فكرة جيدة ديمي تو نومرو دي تليفونو ديمي تو نومرو دي تليفونو ديمي تو نومرو دي تليفونو وتأني قولي يعني رقم هاتفك Vale, Sonia. Es un placer conocerte. Vale, Sonia. Es un placer conocerte. وتعني حسنًا يا Sonia تشرفت بمعرفتك. Igualmente, Carlos. وتعني وأنا أيضًا يا Carlos. Hasta luego. وتعني إلى اللقاء. Adios. 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 وتعني وداعن. إذن أصدقائي وصلنا إلى آخر الدرس وكما العادة سوف أترك لكم يعني جملة من الحوار للممارسة والتمرن. أكتب إجابتك في تعليق حتى أرى هل أجبت بشكل صحيح أم لا. إذن الجملة هي إذن أصدقائي كان هذا درسنا لهذا اليوم. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. وإذا أعجبكم الفيديو لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب. وكذلك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى تصلكم جميع الدرس. وإلى درس آخر أستودعكم الله وإلى اللقاء.